بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا ومرحبا بطلبتنا العزاء in a new advanced science basic واللي هو طالما وعدتكم سابقا أننا سندرس the science of toxicology أو علم السموم وفي هاي المحاضرة I have prepared all the themes that are important for you to study this important science وتعريف بجميع المصطلحات والتسميات وكما تعرفون أن كل علم خصوصيته واللغة العلمية التي يختص بها وفي علم السموم في البداية كما عودتكم في كل مقدمة هو التعريف بهذا العلم وبأهدافه والغرض من دراسته ومن هو الشخص المناسب أو التخصص المناسب الذي يمكن له أن ينهض بهذا العلم أو يتخصص به الاغريقية واللي معناها poison and logos اللي تعني the study So toxicology can be defined as the branch of science that deals with poisons وهذا العلم في الحقيقة هو عبارة عن fusion of sciences that are based on biology chemistry physics anatomy physiology pharmacology pathology psychology zoology genetics biochemistry statistics and mathematics كل هذه العلوم نحتاجها لكي نفهم أو ندرس أو نتخصص بالتوكسيكولوجي أيضا نستطيع نستطيع the speciality of toxicology as the study of the nature and mechanisms underlying toxic effects exerted directly or indirectly by substances such as biological chemical physical genetic or psychological agents on living organisms and other biological system يعني هذا العلم لا يختصر على chemicals مثلا فهو يعني يمتد لدراسة كل ال agents اللي هي سواء psychological physical genetics اللي ممكن أن تسبب ضرر لل living organisms and so toxicology is composed of multiple fields and has a broad scope and it deals with the toxicity studies of substances used in medicine food industry agriculture chemical industry like solvents metals plastics and so on إذن toxicology علم واسع يتسع لكل مجالات الحياة ويعني according to the need هذا العلم أخذ يعني عدة مجالات حسب يعني حسب ما ما يمكن أن يعالجه من مواضيع تخص كل مجال وهي الدس بلنز انتو ذيم توكسيكولوجي از برانجت هو البيو كيميكال توكسيكولوجي ريبرودكتف توكسيكولوجي تيراتولوجي ريجولاتري توكسيكولوجي ميكانيستيك توكسيكولوجي فورنسيك توكسيكولوجي يعني علم السموم الشرعي أو القضائي الاناليتيكال توكسيكولوجي نيوترشينا توكسيكولوجي وكل لكل فرع من فروع التوكسيكولوجي له يعني أدواته ومعلوماته مثل الاناليتيكال توكسيكولوجي هذا ممكن يعني أخذ عينات من الفيكتمز اللي يتعرضون لفور بويزنز وممكن نسوي فد السي لغرض تحديد الاناليتيكي أو ذات بويزن وبناء على هذا طبعا ممكن أنه يستفاد من عند الفورينسيك ميدسين فإذن هو الحقيقة هو عالم خاص ومرتبط بكل هذه العلوم وكذلك النيوترشينا توكسيكولوجي يعني هذا أيضا والإنفيرومنتال توكسيكولوجي ما يخص التلوث والبيئة والأوكيبيشنال أو الاندستريال توكسيكولوجي ما يخص ما يتعرض له يعني العاملين في مجال الصناعة فهذا هذه الفروع الموجودة اللي تدرس يعني آثار وكذلك يعني المعالجات اللي يطرحها لهذه الحالات والسموم بحد ذاتها هي يعني مواد موجودة وقديمة قدم الحياة و يعني كمثال مثلا لسوكراتس أو سوكرات الفيلسوف الأغريقي هذا يعني توفى أو كان سبب وفاته هو التسمم بالهملوك أو يعني نبات الشكران وعلى مدى تاريخ العلم التوكسيكولوجي هناك الكثير من العلماء اللي ساهموا في تطور هذا العلم وإظهاره أو إخراجه بالشكل يعني المودن التوكسيكولوجي ويعني أول الحقيقة من وضع العلاقة ما بين يعني الدوز والرسبونس كونسيبت هو الطبيب الروماني اللي هو اسمه باراسيلسس اللي عاش بالقرن الخامس عشر وله يعني مقولة جدا يعني معتمدة في التوكسيكولوجي واللي هي كل مادة هي في جرعة معينة ممكن أن تكون سامة وهذا هو اللي يعني بهذه المقولة الفلسفية خلى يعني أساس لتفريق الريمدي الدواء والبويزن أيضا فريدريك سير تونر الجيرمن فامسيست هو ايزوليت ذي سبيسيفيك ناركوتك سبستانس فرم أوبيوم و نيمد از مورفين افتر موفيوس اللي هو ذي رومان قد أف اسليب أو يعني إله النوم عند الرومان فهذا يعني أيضا يعتبر كمساهمة بالاناليتكال توكسيكولوجي But the father of توكسيكولوجي هو الاسباني Matthew Joseph who established توكسيكولوجي as a discipline distinct from others and defined توكسيكولوجي as the study of poison وهنا ليش صار يعني Matthew Joseph هو father of توكسيكولوجي because he advocated the practice of autopsy followed by chemical analysis of visera to prove that poisoning has taken place وهذه يعني سمحت باستخدام يعني العينات من المرضى وخصوصا يعني يعني their visera و يعني تحليلها يعني باستخدام الطرق الكيميائية لمعرفة يعني هل فعلا الpoisoning was take place وبذلك أسس يعني الفورنسيك toxicology foundation and this slide show us some of the important developments in the field of toxicology across the time بدء من العام 1809 هنا يعني حدثت study of arro poison and the mechanism of action of emetine and citricene وكل هذه يعني الحقيقة يعني alkaloids of plant origin كذلك استمرت يعني التطورات في العام 1923 هنا mechanism of action of arsenic and other metals in the SH groups يعني التسمم بالزرنيخ و يعني ميكانيكية التسمم في العام هنا يعني التطور المهم هو يعني اللي حصل في العام 1944 وهو introduction and study of the DDT اللي هو diachlorodiphenyl trichloroethane and the related insecticide compounds by مولر هو اكتشف قبله عام 1939 but it's insecticidal يعني قابلية على عبادة الحشرات و الثقة و يعني introduced by مولر وهذا DDT الحقيقة خلق مشكلة كبيرة يعني تصدى يعني الآثار الجانبية لهذا الانسكتسايت أو هذا المبيد الحشري يعني سوى مشاكل كبيرة والحقيقة يعني سميتها للإنسان can include vomiting tremors or sickness and seizures but laboratory animal studies showed effects or liver and reproduction and also DDT considered as a possible human carcinogen يعني ممكن أن يكون carcinogenic وأشهر المتصدين لاستعمال DDT كونه يعني not specific insecticide يعني ما يغتل فقط الحشرات وإنما تعدى إلى يعني الحيوانات والطيور ولذلك يعني عالمة الكائنات البحرية راتشيل كارسون الأمريكية ألفت كتاب ما يسمى يعني كتاب مشهور اسمه Silent Spring هو ليس رواية وليس يعني تصف بها يعني الحياة على الأرض بعد تفشي السموم والحقيقة هاجمتها كل الشركات المستفيدة من إنتاج الـ DDT وهذا الموضوع حدث في العام 1962 إلا بعد وفاتها يلا أدركت البشرية يعني قيمة الحياة على الأرض والحفاظ على البيئة ويعني متأخرا اعترفوا لها بفضلها وأصبحت يعني الحقيقة العراب لأنصار البيئة ويوم الأرض وإلى آخره من الفعاليات اللي هي يعني ضد الاستعمال يعني الخطأ للمواد الكيميائية على على صفح الأرض ويعني كرمت بالعام 2006 بأن غيروا اسم جسر في ولاية بنسلفينيا الأمريكية إلى اسمها وسموه جسر راتشيل كارسون وقد تعرض يعني تعرضت الكرة الأرضية خلال الزمن إلى مني أوت بريكس أو ماس بوزنين إن يومانز وخلقت يعني خلفت الكثير من الوافيات بسبب هذه يعني المواد السامة وإن وإن المواد أعز وإن أعز أعز في هذا عام يعني كانت السبب هو حوالي 16 ألف أفاكتد بيرسون وفي الصين في المغرب في العام 1959 كذلك نفس الـ poison يعني أفاكتد تين ثاوزن بيرسون واللي لقيته واللي هو مهم واللي غائب عن أذهان الكثير من الطلبة هو ما حدث في العراق في العام 1972 وهو التسمم بالمثيل ميركوري إنويت وهنا الـ deaths وصلوا إلى حوالي 500 عراقي ويعني الـ 50 ألف non-fatal cases هنا المثيل ميركوري أو الزئبق يستخدم لتعفير الحنطة وبسبب هذا يعني عدم الوعي وإدراك سمية المثيل ميركوري حصلت هذه الماس poisoning outbreak في العراق في هذا العام والحقيقة الكثير من أهلنا يتذكرون هذه الحادثة كذلك يعني آخرها في فوكوشيما باليابان هنا راديو اكتيفتي ريليز في العام 2011 وأعتقد يعني معظمكم يتذكر هذه الحادثة في فوكوشيما اللي يعني خلفت حوالي 1700 death أو ألف person affected with death but because of the cancer due to radio activity release يعني تسرب إشعاعي وهنا تشوفون يعني التوكسيكولوجي يعني ما يختصر فقط على المواد الكيميائية وإنما حتى على الـ physical agents ومثالها الـ radio activity release in فوكوشيما كل هذه المقدمة التاريخية تأخذنا إلى أن ندخل في التوكسيكولوجي ويعني نعرف أنواع التوكسيكنت إحنا مرات نقول توكسيكنت مرات نقول poison وعلينا أن نصنف هذه التوكسيكنت and although the word toxicant has essentially the same medical meaning there are psychological and legal implications involved in the use of the word poison that that makes manufacturer reluctant to apply it to chemicals particularly those intended for wide-separate in use or wide-separate use in large quantities يعني هنا الحقيقة لما ينتجون مواد صناعية أو كيميائية ويكتبون عليها سوم هنا التأثير نفسي على الـ population وكذلك يعني يمكن تسويقها يصير بصعوبة ولذلك الشركات تعمد إلى استعمال كلمة كلمة توكسيكنت وتعتبر يعني أكثر مقبولية يعني المسنعين وكذلك يعني الآثوريتي أو الحكومات فالترم توكسيكنت is used in speaking of toxic substances that are produced by or are a by-product of human activities كحل وسط يعني يستعملوا هذا المصطلح لتعريف هذه السمو إذا توكسيكنت is synonym of poison it is produced by living organisms in small quantities and is generally classified as biotoxin and these may be of plant origin and called phytotoxin and called mycotoxin zootoxin which are produced by lower animals or bacteriotoxins that are produced by bacteria which include the endotoxin and exotoxins as well as venom الفينم هذا هو التوكسيكنت that is synthesized in a specialized gland and ejected by the process of biting or stinging إذا الفينم هو يعني مثالها يعني يعني snake poison وأيضا هناك systemic toxicant واللي هو يعني the toxicant that affects the entire body or many organs rather than a specific site مثالها عندنا البوتاسيوم سينايد هذا البوتاسيوم سينايد affects every cell and organ in the body by interfering with the cell's ability to utilize oxygen mechanism of toxicity the organ toxicant اللي هو يعني affect only specific organ or tissues maybe also called tissue toxicant يعني ما يسبب يعني harmful or hazardous effect to whole body ومثالها البنزين البنزين يعتبر specific organ toxicant and primarily toxic to the blood forming to choose من التعاريف الأخرى للتوكسيكنت أو الأنواع التوكسيكنت هي البوليوتانت البوليوتانت أو الملوثات هو any undesirable solid liquid or gaseous matter resulting from the discharge or admixture of noxious materials that contaminate the environment and can cause a pollution فالبوليوتانت هي أيضا تعتبر type of toxicants أما تصنيف التوكسيكنت أو التوكسيكنت فالحقيقة لا يوجد نظام لتصنيف يعني التوكسيكنت and toxic agents and toxic agents are classified depending on the needs target organs use source effects and as well as symptoms كذلك مفوم التوكسيكنت who are quantitative almost يعني any substance being harmful at some doses but at the same time being without harmful effect at some lower dose and as example vanyl chloride it is a potent hepatotoxicant at high doses carcinogen with a long latent period at lower doses and apparently without any effect at very low doses فإذن ال-dose أيضا تحدد يعني يعني نوع أو صنف التوكسيكنت كذلك هناك فرق بال يعني بال-response between or among the species المثال ال-rabbit can survive after eating poisonous belladone leaves while يعني these leaves can be toxic to another species يعني المنك animal is highly sensitive for polychlorinated biphenyls than other species فإذن التفاوت ما بين يعني the species also considered in the classification of poisons or toxicants واللي فهم طبيعة وخطورة وأضرار various toxicants a toxicity rating system has been created for common poisons وهذا السystem the higher the toxicity rating for a particular substance I mean over the range of one to six the greater its potency كل ما يعني يحقق من هذا rating system من واحد إلى 6 potency of that poison is high and the toxicity rating being based on toxic potential of substances ممكن وصفها ب super toxic وهذا super toxic يعني ياخذ rate of six وهنانا يعني toxic dose it is less than 5 mg per kg extremely toxic take the rating score 5 هنانا من خمسة إلى خمسة إلى خمسة إلى خمسة مليغرام per kg نسميه extremely toxic very toxic when the general dose is between 50 and 500 per kg or moderately toxic وهي يعني المصطلاحات أو الإصطلاحات مهمة لتصنيف poisons or toxicants يعني بيان مدى خطورة هذه المواد or slightly toxic إذا كانت يعني من خمسة غرام إلى 15 g per kg كذلك non toxic substance considered non toxiquin more than 15 g per kg is needed to generate يعني a state of poisoning so it is called practically non toxic هذا التصنيف يعني جدا مهم وكذلك هو مبسط ما بين one and six يعني أحسن مثال هو الأدوية اللي تهتمد على يعني على الدوز أدنا يعني أقرب مثال هو الأسبرين أو الأسيتيل سالسيلك أسد it is relatively safe drug at recommended doses and is taken by millions of people worldwide مدون أي مشكلة but at the same time chronic use can cause deleterious effects on the gastric mucosa and it is fatal at a dose of about 0.2 to 0.5 gram per kg and about 15% of reported accidental deaths from poisoning in children result from ingestion of salicylates and especially asperine و كذلك يعني importance of those تظهر بال metals that are essential in the diet احنا نعرف كل الأجسام تحتاج إلى iron copper magnesium manganese zinc and so on also can be present in the diet at too low level when there is a deficiency and at an appropriate level when or called the maintenance or at too high level when they cause toxic symptoms or toxic effects so the definition of a poison or toxic ants involve involve a qualitative biologic biological aspects هنا بالإضافة quantitative or qualitative aspect وهذا qualitative aspect because a compound may be toxic to a species or genetic strain as we have said above and maybe relatively without any hazardous effects and carbon tetra chloride هذا يعتبر potent hepatotoxic in many species especially human and it is harmless to the chicken and certain as we have mentioned rabbit can eat belladonna with impunity while others can't compounds may be toxic under some circumstances but not others it may be toxic in combination with another compound but non toxic alone يعني هذا نفس the same substance maybe when taken alone it is not poisonous or toxic but when taken in combination it may be poisonous or very poisonous this is because of combination with substances that accelerate or help or aid in the absorption or the bioactivation of that substance and now we come to the sources of poisoning in fact the exposure of humans and other organisms to toxic may result from many activities like intentional ingestion occupational exposure exposure accidental or intentional like suicidal or homicidal poisoning والملاحبة الملاحبة المهمة أنه toxicity of certain compound may vary with the portal of entry into the body whether through the elementary canal or the skin or lungs or or to toxic or for that compound according to the portal of entry or route of exposure وهذا الحقيقة يعني التسمم بنتيجة الانتقام وهي طبعا حالة يعاقب عليها كل القوانين المحلية والدولية الماليشيس بويزنينغ هذا يعني حادث بالتاريخ على مدى العصور منها مثلا الملكة كليو باترا وغيرها طبعا التنافسات على العموم فهو هذا يعني نتيجة الكيد أو الانتقام وهذا يكون يعرف الشخص المنتقم يعرف الهوية البيزن ويعرف الاكتبيتي مالته فهذا يعني كريمينال بويزنينغ يعني هذا تسميم إجرامي أما الاكيبيشنال اكسبوجر فهذا يشمل الناس أو العمال يشتغلون بمصانع الكيميائيات ويعني تقريبا حوالي 68000 يعرف الى مئة ألف كيميكال are in common use فاشوف هذول المئة ألف كيميكال إجقد من عدهم ويكونون يعني of dangerous effect or toxicity to humans الآن نجي الى تعريف التوكسيسيتي فwhat is toxicity toxicity is a cascade of events starting with exposure proceeding through distribution and metabolism and ending with interaction with cellular macromolecules like DNA and the expression of a toxic end point ويمكن أن نقسم التوكسيسيتي الى قسميا مهميا هما التوكسيسيتي according to the frequency and exposure duration وهي تشمل الأكيوت توكسيسيتي واللي يمكن أنه تعرف على أنها toxic effects produced by a single dose or multiple doses during a 24 hour period ما خلال يعني هاي الأكيوت توكسيسيتي هي اللي تظهر خلال 24 ساعة أما السب أكيوت توكسيسيتي هي يعني the study of repeated exposure to a toxicant and its effects for 30 days يعني خلال شهر تقريبا هاي نسميها سب أكيوت أما الكرونيك توكسيسيتي بكنا نعرفه أنه study of repeated exposure to a toxicant and its effects for more than 3 months أما القسم الثاني من the toxicities هو the toxicity in relation to time of development of effects وهنا هنا يمكن أن تكون transient or reversible or temporary toxicity وهنا the toxicity or harmful effects that remains for a short duration of time مثالها طبعا هنا ال Narcosis produced by organic solvents أكو هواي أشخاص يعني مدمنين على شم بعض المنتجات الكيميائية معروفة يعني اجتماعيا هاي الحالة فتحدثلهم حالات من من يعني من toxicity وهاي تعتبر reversible يعني ممكن أنه الشخص يرجع بعد أنه يعني يقطع او withhold draw the substance or the organic solvent And according to the time of effect development يمكن أنه القسم الآخر هو persistent or irreversible toxicity هنانا التوكسيسيتي او الهامفل افكت that possessed throughout the life span of the individual يبقى طول حياته يعني يعاني من الاثر ومثالها طبعا السكارنج of skin produced by corrosives اما الديليت التوكسيتي فهنان الهامفل افكت that has been delayed on set of action مثالها عندنا البريفرال neuropathy that is produced by organophosphorus insecticides هاي تحتبر من الديليت toxicities اما النوع المهم واللي هو الكيوميولاتيب توكسيتي هير البروغرسيب توكسيتي or harmful effects produced by summation of incremental injury resulting from successive exposures مثال ما يحصل هو liver fibrosis or liver cirrhosis that is due to the ethanol consuming هذي اعتبر كيوميولاتيب توكسيتي اللاحظ انه يعني كل المصطلحات صارت سهلة علينا نتيجة دراستنا السابقة للفارماكولوجي فمثل ما حتشينا انه توكسيكولوجي هو يعني fusion of sciences يعني ويعتمد على يعني العلوم الأخرى ومنها وأقرب علم لهذا يعني اللي هما يعني يمشون side by side اللي هما توكسيكولوجي and pharmacology now we come to the definition of dose or the dose limits dose can be defined as the total quantity or amount of a substance applied or administered at one time to an individual to achieve the desired pharmacological or toxicological response إذن هذي يعني مفهوم dose ولكن يعني هناك الحقيقة various percentage can be attached to the to the dose or various terms منها lethal dose lethal dose can be defined as the lowest dose that causes death in any animal during the period of observation يعني بالمختبر لما لما نشتغل ونحدد نريد نحدد lethal dose lethal dose هي يعني أقل جرعة يمكن أن تسبب الموت للأنيمال يعني خلال فترة المعاينة أو المتابعة ويعني ترتبط بال lethal dose many percentage اللي هي تعكس يعني الدوز required to kill مثلا LD1 يعني هاي يعني الكمية أو الدوز اللازمة يقتل 1% واحد بالمية من المنزل من المنزل والميقى الدوز اللي 50 هذا يعني الراقل But the dose required to kill 99% of the test animals in the population. And as an extension for the dose, definitions هو lethal concentration, 50 هذا أيضا هو الconcentration of the compound in feed or in water وهذا يعني خصوصا في حالة يعني الفش, that is lethal to 50% of the exposed population. And this slide show us the LD50 for example يعني الفراس sulfate, هنا الLD50 نحتاج إلى الف وخمسمائة ملي جرام بير كيجي هاي تحتبر الLD50 أو lethal dose for 50% of the population. أو الفينو باربيتال هنا فينا باربيتال صوديو 150 ملي جرام بير كيجي. نيكوتين نحتاج 1 ملي جرام بير كيجي لتحقيق طبعا الLD50. كذلك الدايوكسين والتاترودوتوكسين. هذه دولة يعتبرون كلش يعني extremely toxic substances. كذلك هناك extensions for the dose concept اللي هو maximum tolerated dose. maximum tolerated dose أو حيانا نرمزلها بالLD0. هاي يعني يمكن تعريفه أنه الهيئس دوز of a substance that cause toxic effects but no mortality in the taste organism. بعد الماكزيمم طولريت الكونسنترشن أو يعني كذلك يعني هو هذا يعني extension maximum tolerated dose وهو أيضا الهيئس concentration of a substance in an environment medium that cause toxic symptoms but no mortality in the taste organism. فإذا المتخصصين بهندسة البيئة أيضا يستخدمون هذه المصطلحات منها يعني الـ acceptable daily intake هذي تحتبر estimated amount of substance in food or drinking water. that can be ingested daily over a lifetime by humans without appreciable high risk. يعني هذي الحقيقة الإصطلاحات للـ doses بالـ toxicology فإذا الشخص اللي هو مناسب لي أن يتخصص بهذا العلم يعني برأي هو الفاميسيست. الفاميسيست يعني نتيجة لما يعني for his background of medical and non-medical sciences يمكن تمكنه من فهم التوكسيكولوجي ويعني الاشتراك يعني مثل ما قلنا تخصص الهندسة البيئة أو غيرها فإحنا راح يعني إن شاء الله أيضا ناخذ بالـ environmental toxicology. كل هذي يعني الـ fields or disciplines of toxicology يعني هي يعني يتمكن منها الصيدري لما يعني لديه من معرفة وإلمام بـ يعني كافة أنواع الـ chemical سواء يعني هي يعني drugs or solvents or anything or substance يعني in his field. إذن بها المحاضرة تطرقنا إلى تطرقنا لأهم التمس ويعني الـ concepts that are necessary to understand and study toxicology. At the end of the lecture, I would like to thank you very much for attention and see you in next week. Goodbye. شكرا